وأشار مدبولي لأن الحكومة ستعمل مع المجموعة الوزرية الاقتصادية على مجموعة من الملفات على المدى القصير تتمثل في ضبط الأسعار وخفض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة كما أكد مدبولي أن هناك أولوية قصوى للحكومة تتمثل في ضبط الأسعار وأزمة الكهرباء وأيضا السعي بكل الجهود الممكنة لزيادة الموارد من العملة الأجنبية مشكلة الكهرباء وموضوع ضبط الأسعار ودول أولوية قصوى للحكومة بكل كوادرها أن نشتغل على هذا الموضوع فأنا حبيت أن أوضح هذه النقاط وكت بوضحها بصورة واضحة جدا للسادة الوزراء أهم شيء طبعا أكدت عليه ضرورة التواصل المستمر مع كل أطياف الدولة المصرية بدي أن طبعا التواجد وأكدت على التواجد مع مجلس النواب الحرص الكامل على الالتزام بحضور الجلسات العامة وحضور اللجان النوعية من السادة الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة يبقى فيه تواصل مستمر مع البرلمان بكل بغرفته سواء مجلس النواب طبعا ومجلس الشيوخ أيضا لازم الوزراء بنفسهم يبقوا متواجدين علشان يبقى دايما هذا التواصل موجود وحنبقى بنتابع أيضا الالتزام الوزراء بالتواجد في هذا الموضوع لأن ده شيء مهم جدا ترجمة نانسي قنقر